موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الحدث ما زال الحراك السياسي والحراك الميداني هما معا أس العمل في ليبيا وأس ثورة فبراير حتى هذه اللحظة ترتبات مرتقبة وتوقعات وانتظار لمكاسب كبيرة أخرى يراهن عليها الثوار تحديات تواجهها ثورة 17 من فبراير مع مطلع كل شمس اليوم نستضيف السيد محمود شمان مسؤول الملف الإعلامي بالمجلس الوطني الانتقالي لنناقش معه هذه الأحداث ولنفسح المجال بعدها للمشاهدين للتواصل معه مباشرة عبر هاتف البرنامج الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل بإذن الله سيد محمود أهلا بك حراك سياسي كبير كان آخر هذا الحراك آتيا من روسيا والأردن ومن قبلها السينيغال ثم تركيا وأمريكا أيضا تحركت نحو فتح مكتب للمجلس الوطني الانتقالي ماذا يعني ذلك لكم؟ أولا يعني أن الثورة وبالتحديد ما تحققه من إنجازات على أرض الواقع بتنعكس إيجابيا على الحركة الدولية وبالتالي نؤكد أن كل هذه العثرفات وكل هذه النجاحات الدولية لم يكن بالإمكان القيام بها دون وجود أرضية صلبة هذه الأرضية الصلبة هي سمود المناطق المحررة هي سمود مصرات الباسل أمام آلة القمع القذفية هي سمود أهالي الجبل الغربي هي سمود المدن الليبية والبدات الليبية كل هذا السمود الثوري الكبير هذه التحركات التي تتنامى كل يوم في طرابلس وضواحيها كل هذه الأمور ساهمت مساهمة كبيرة في تركيز الصورة الإيجابية المعطاءة النشطة المناظلة عن ثوار ليبيا وبالتالي في قبول العديد من الدول ما نطرحه من أرى وما نطرحه من تصورات على ضرورة دعمنا والوقوف إلى جانبنا سيد محمود لكن هناك تباينات في هذا الحراك روسيا هناك من يقول بأنها لم تعترف بشكل رسمي الأردن اعترفت بشكل رسمي تركيا لم تعترف بشكل رسمي وهناك من يقول المجلس الوطني محاور شرعي ولا يعني ذلك الاعتراف بشكل رسمي يعني كيف تفسرون هذه التباينات نفسر هذه التباينات بالاختلافات السياسية أنت لا تتوقع في أي قضية وخصوصا في قضية شعب خرج إلى الشمس قريبا أمام نظام دام لمدة 42 سنة نسج فيها علاقات اقتصادية وسياسية ومصالح متشابكة ورشاوي واختبطية كما تقول إذن ليس سهل أن تحقق هذه الاختراقات الدولية ليس سهلا على الإطلاق وهي دولة روسيا وهي دولة حليفة للقذافي حتى آخر لحظة لم تصوت حتى في مجلس الأمن خلال شهرين أن تجعلها من عدم التصويت لصالح قرار مجلس الأمن إلى الاعتراف بأن المجلس الوطني الانتقالي معبرا عن الشعب الليبي أو محاورا عن الشعب الليبي هذا تطور سياسي دراماتيكي وفي هذا الصدد أحيي أنا الأخ عبد الرحمن شلقم على هذا الجهد الدبلوماسي الهائل الذي بذله في موسكو أيضا الصنغال وهي دولة إفريقية وهي دولة للحقيقة رئيسه يتمتع دائما بحس كبير جدا للعدالة وهو الرئيس الوحيد الذي استمع إلى الجذافي في خطبة طويلة عبر الهاتف ثم رد عليه بهدوء أنك تقتل شعبك وبالتالي هناك نجاحات في إفريقيا إفريقيا التي حاول الجذافي أن يشتريها بالمال وأن يشتريها بالتضليل إفريقيا الآن تعود شيئا فشيئا لتفهم أن أهلهم وأشقائهم في ليبيا هم يعانون من حكم الجذافي أنا أعتقد أن هذه النجاحات كما قلت هي نتيجة صمود الموقف الداخلي وتطوره باستمرار انتزاع نجاحات من روسيا ماذا يعني ذلك ونحن نتحدث عن روسيا ثم تركيا تركيا وضع مختلف تركيا كان التذبب لم يكن في الموقف الليبي التذبب كان في الموقف التركي بمعنى أن تركيا بدأت بشكل وفي منتصف الطريق كانت بشكل وانتهت بشكل آخر نحن نثمن في النهاية جنوح تركيا أخيرا إلى قبول أن تطلعات الشعب الليبي تعني أن يذهب القذافي وأبنائه إلى الجحيم عندما أدركت تركيا هذه الحقيقة أصبحت الطريق مفتوحة أمام زيارة يقوم بها رئيس المجلس الوطني لتركيا وبالتالي الآن ندعو تركيا إذا لم تكن تستطيع أن تزودنا بالسلاح وتزودنا بالأشياء الأخرى الأساسية أن يكون هناك دعم اقتصادي غير متناهي للشعب الليبي وهذا الدعم الاقتصادي نحن الآن أحوج ما نريده لا نريد دعم غدا نريده دعم اليوم هذه الساعة وهذا هو مقياسنا سيكون مع كل هذه الدول روسيا ماذا عن روسيا روسيا كان موقفها أيضا غريبا في بعض المراحل ثم استقبلت مبعوثين عن مجلس الوطن الانتقالي وصرحت بأنها تعترف بمجلس الانتقالي رغم أن لديها علاقات متشابكة مع القذافي ونظامه أنا تحدثت عن روسيا قبل قليل وقلت أن روسيا لم تصوت في مجلس الأمن مع القرار الدولي ولكن الدبلوماسية الليبية التي قادها السيد شلقام والمدعومة بتأييد وتوجيهات المجلس الوطني الانتقالي قد أدت في الأخير إلى تطور هام جدا في الموقف السوء الروسي ربما فاجأ الكثيرين وهذا دليل على حنقة الدبلوماسية من جهة وأيضا دليل على أن إذا لم تكن لديك شيئا على الأرض إلا لم تكن تكسب على الأرض إلا لم تكن توطت سلطتك على الأرض وتوطت ديمقراطيتك على الأرض وتوطت إنجازاتك على الأرض دبلوماسيتك لن تكون ناجحة كيف يفهم القذافي إذا أنتم فهمتم هذا الاعتراف من وجهة نظركم بأنه مكسب كبير جدا كيف يفهم القذافي اعتراف روسيا يعني أقول بشكل حرفي أولا لا أعتقد أن القذافي يفهم شيء الآن القذافي يرى عالم يتهاوى من حوله يرى أنه نفسه معزول دوليا بشكل رهيب جدا شرعيته الدولية سقطت والآن يرى أن حلفاءه اللصيقين حلفاءه طوال العقود حكمه الظالمة إلى ليبيا بدأوا يغيرون موقفهم وبدأوا يمدون جسورهم مع الثورة وهذا شيء على الصعيد النفسي وعلى الصعيد السياسي خسارة كبيرة له أنا أعتقد بأنه الآن ما يراه في روسيا وفي السنغال وفي تركيا في دول كانت إلى فترة قريبة تحاول أن تتفاهم معه وتحاول أن تصل إلى حل معه لا شك عندما يراها وهي تتجه إلى الظفة الأخرى أعتقد أنه يشعر بمعاناة شديدة جدا سيد محمود هذه النجاحات التي تحدثت عنها كانت نتاج زيارات ومباحثات وإبداء رأى نسمع أن هناك أيضا أشياء مرتقبة زيارات ربما ستكون من المجلس الوطني التقالي تشير باتجاهها نحو الشرق نحو الصين وماليزيا نسمع عن هذا هل تعاولون كثيرا على الصين وماليزيا أنا أؤكد لك لن نترك حجرا في هذا العالم ولا نغلبه من أجل قضية شعبنا وبالتالي سوف نواصل هذا الحشد ولكن أقول أيضا أن معركتنا الأساسية هي على أرض ليبيا وبالتالي ما لم تتعزز انتصاراتنا على أرض الواقع لن يكون هناك جهود دبلوماسية كبيرة تأتي كلها الآن العالم ينظر إلينا نظرة مستقبلية يعرف أننا نحن المستقبل يعرف أن ليبيا الثورة هي ليبيا المستقبل وليس ليبيا القذافي وبالتالي المصالح بدأت تتحرق هذا بشكل عام لكن أيضا الصين كان قد أغراها القذافي بعقود ضخمة وكما أغرى روسيا هل تعاولون بأنكم تنتزعون أيضا من يد القذافي حليفا كبيرا كالصين مثلا؟ يا سيدنا لا تنسى القول الشائع أن ليس هناك صدقات دائمة ولا عدوات دائمة هناك مصالح دائمة الصين دولة كبرى في المنطقة الصين لديها مصالح متشاهبة في العالم العربي والإسلامي الصين رأت بأن مجلس التعاون الخليجي وهو حليف اقتصادي مهم لها يتج بكل قوته إلى دعم ليبيا الصين لديها أيضا بعض المصالح في ليبيا من شركات ومن عمليات بناء ومن عقود وبالتالي الصين ليس الغبية أن تظل متمسكة بزعيم أجوف وبالتالي بدأت في عمليات جس نبض وهناك ليبيون لهم مصالح متشعبة مع الصين رجال أعمال وأقتصاد وما شابه ذلك العالم يتحرك وفقا لدائرة من المصالح وننفى هذا الشيء لدينا مبادئنا ولكن أيضا لدينا مصالحنا ونعرف كيف نلوح بهذه المصالح لدى الأطراف الأخرى إذن أستاذ محمود الصين ستعترف كما ماليزيا إذا تحدثنا عنهما أنا لا أستبعد شيء ولكن أعتقد أن الغزل الصيني لازال في مراحله الأولى إذا صح التعبير والغزل الماليزي؟ ليس هناك غزل ماليزيا ماليزيا دولة إسلامية مهمة ماليزيا دولة لديها تراث ديمقراطي يختلف عن تراث قمعي في كثير من الدول الإسلامية وبالتالي ماليزيا لديها مؤسسات ولديها قرارات تدرس وهم أعتقد أنهم على وشك أن يعلنون شيئا مهما تجاه الثورة الليبية لا أعرف إذا كان هذا اعتراف أم أمر آخر ولكن أعتقد أن ماليزيا جاهزة لإنخراط أكبر وهل هناك غزل في المقابل أفريقي روسي نسمع عن قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد بشكل استثنائي وأن هناك مبادرة روسية أفريقية ليقنع القذافي بالتنحي نحن نعرف أن وفدا من الثورة قد زار الرئيس الجنوب الأفريقي جاك زومة زومة منذ فترة في جنوب أفريقيا وتباحث معه وشرح وجهة نظر الثورة الليبية الزعيم الأفريقي وعد بأن يقوم بالزيارة إلى طرابلس وأن يوجه حديثا مباشرا إلى العقيد القذافي سمعنا أن هذه الزيارة سوف تأتي مباشرة بعد انتهاء مراسم تنصيب الرئيس النجيري الجديد سيذهب زومة إلى طرابلس سيقول للقذافي ربما قد آن أوان لأن ترحل ربما سنسمع هذه الكلمة السحرية من الزعيم الأفريقي أيضا هناك في أفريقيا طنين أفريقي كبير حول لماذا لا يستمعون إلينا نحن الأفارقة نحن نقول نحن كعرب ومسلمين وأفارقة أيضا نستمع إلى أخوتنا الأفارقة إذا آتوا بمبادرات فيها الحد الأدنى من المنطق والحد الأدنى من المنطق كما نرىه نحن هو في انتهاء دور العقيدة القذافي وأسراته تماما من الحياة الليبية يجب أن يصل الأفارقة إلى هذه النقطة التي عندها سوف نستمع لهم بشكل جيد دعني أقتبس منك كلمة ذكرتها حول الطنين الأفريقي لكن نسمع عبر الإنترنت وعبر وسائل مختلفة هناك طنين لحركة مالية لأموال يمتلكها القذافي تمتلكها مؤسسات القذافي من هنا وهناك ما هو خط هذه الحركة الواضح لديكم؟ أولا لا تنسى أن الأموال الليبية هي أخطبوط هائل ومتشابك ومعقد ومنتشر ومخطط له منذ سنوات أن يكون مخفيا وأن يدار من قبل كثير من العناصر الثورة في ليبيا تحاول بقدر إمكانها وبجهد أبنائها المخلصين وبناتها المخلصات الموجودين في كل الأماكن في العالم الذين يفتحون عيونهم ويراقبون هذه الأموال ويرسلون التقارير إلى المجلس الوطني الانتقالي ونحن نكتشف كل يوم كثير من هذه الاستثمارات ونحددها ونطالب بتجميدها في معظم الأحيان وبالتالي نحن نعرف أن هناك حركة نشطة كانت في السابق تتعلق بتمويلها مرتزقة وقد رقبناها وابلغنا عنها الجهات الدولية المسؤولة نراحض الآن حركة نشطة جدا جدا تتم لتصفية بنوك عبر تحويل كل موجوداتها إلى صفقات نفط وصفقات بنزين وما شاب ذلك وصفقات بعض السيارات اللاندو كروزر وما شاب ذلك هذه الحركات وضعت ومن ضمنها على سبيل المثال الباخرة التركية التي ضبطت في مالطة وتم مصادرتها من قبل النيتو هذه الباخرة قد زودت بأموال نقلت إلى المصرف التركي العربي في تركيا وهذا المصرف هو الذي مولى الناقلة والثورة الليبية هي التي أبلغت الحكومة التركية على هذه الحركة المشبوهة وتم تحفظها متى كان ذلك؟ من أيام؟ من أيام؟ من أيام؟ بعد احتراف تركيا أو أثناء احتراف تركيا؟ تركيا لم تعترف حتى الآن تركيا تقدموا وقفها قليلا عن السابق وتقدمت مبادرتها وهل هذا بند من بنود المراوغة التركية؟ لا ليست مراوغة تركية تركيا لها مصالحة وهي تتقدم ببطء وربما نرى في تركيا أن هناك أكثر من تفكير أو أكثر من رأي أو أكثر من اتجاه نحن ننظر إلى تركيا كدولة ديمقراطية يجب أن يخاف فيها سراء ديمقراطي بين أطراف ربما تريد هذا الرأي أو ذاك الرأي ولكن نحن سنواصل بكل الطرق الدبلوماسية بكل الطرق الأخوية ترك الباب التركي الصلد حتى يفتح لنا وبالطريقة التي نريدها لكن إذا تحدثنا عن حركة هذه الأموال وصلتنا العديد من الإيميلات عبر إيميل برنامج الحدث وهي تتحدث عن هذه الحركة الحقيقة الكثير من المعلومات يرسلها عدد كبير جدا من الليبيين وفي شخص يقول بأن لدي وثائق كثيرة جدا لممتلكات ليبيا في الاستثمارات الأفريقية المعلنة والسرية وأريد إخبار المجلس الوطني الانتقالي وهذه ربما ستكون لكم أيضا هناك حركة وهذا الإيميل وصلنا حديثا بأن أشخاص يقومون وهم موجودون حاليا في مدريد بمحاولة شراء بنزين لتوفيره للآلة العسكرية حتى يعني من داخل الاتحاد الأوروبي هناك عمل كبير جدا رغمنا الاتحاد الأوروبي فتح مكتبا له في بنغازيل أكبر أنواع التجارة سرية في العالم هي المخدرات والدعارة وغسيل الأموال وهي تحدث أساسا في دول كبيرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا ومشابه ذلك لا يمكنك أن تطارد كل دولار أو كل مليم موجود في العالم ولكنها مليم بإمكان جزها ومعرفتها ومعرفت مكانها أنا أعتقد جهد جبار بذلة من كافة الاقتصاديين والماليين في المجلس الوطني الانتقالي وتم التحفظ على الجزء الأكبر والأعظم من الأموال الليبية وهي معروفة الآن ما الإميلات التي وصلتك تم تصنيفها بطريقة جيدة وهي معروفة في كل إفريقيا وغير إفريقيا وبالتالي الأموال التي تتحرك الآن هي أموال مخبأة بعناية أموال مغصولة بعناية عبر بنوك إقليمية ونحن نتابع هذه البنوك بشكل رئيسي وربما سنكشف في الوقت المناسب عن أين هذه البنوك ما هي هذه البنوك من يملكها وأين طيب هل تثقون فيما يرد من إميلات من مصادر ربما تكون مجهولة هناك إميلات بدون أسماء هناك إميلات فقط باعتلافات اعتلاف 17 فبراير على الساحة الإسبانية اعتلافات أخرى هل لديكم ثقة فيما يقدمه لكم هؤلاء ليبيون في الخارج ومتابعة كل هذه الأموال أولا غير بعض التقارير المجسوسة التي قد تأتي من عناصر النظام ليس لدينا من أفخده عندما يأتي أحد لنا ويقول لنا هناك أموال تهرب من إسبانيا أن نولي شطر إسبانيا أو نكلف أحد بمتابعة هذا الأمر نحن ننخسر شيء ربما ننخسر بعض الوقت ولكن هذه أموال هي أموال الشعب الليبي قد سلبت من الشعب الليبي ونحن عزمون على ردها بالكامل بالكامل ليس فقط الأموال التي سلبها الجذافي ولكن حتى الأموال التي سلبها الرجال الذين عملوا في القضايا المالية مع الجذافي والذين يتسطرون لأنها تحت مختلف المسميات لكن لماذا لا تولونا شطر مصر وهناك وضوح من خلال تقارير كبيرة جدا لحركة المال واستجارات وحتى أن قضايا الأولاد علي أكدت بأن عبر يعني ممثليها كما قرأنا بأنها أكدت بأنها لن تشترى بالمال وأنهم وعدوهم أيضا بموطن قدم في ليبيا يعني لا أدري هذه التعبيرات تحديدة إلى ماذا ترمس لكن حركة المال في مصر واضحة لماذا لا تتحركون بشكل كبير أولا ليس هناك حركة مال واضحة لأن استثمارة ليبيا كبيرة هناك حركة المال تتم بطرق سرية وخصوصا عندما يكون هذا المال نقديا وليس عبر تحويلات رسمية نحن نعرف أن هناك بعض من يحاول أن يلعب بذلك السلطات المصرية تعرف ذلك السلطات المصرية تراقب ذلك ليس هناك شكوك في قبائل أولاد علي أو أولاد عمومتنا من الجوازي وبقية القبائل موجودة في كل يوم هذه القبائل تحقد مؤتمرات لتأييد الثورة تعقدها في فيوم تعقدها في مرسى مطروح ليس هناك أي شرخ بيننا وبين القبائل التي تنطلق من أصل ليبيا هناك أيضا عناصر قليلة قليلة متسوسة وهي تجدها في كل المجتمعات هذه العناصر يحاول أن يسخرها رجال قذافي في مصر وعلى رأسهم أحمد قذافي الدم ولكن الحركة الشعبية الليبية داخل مصر منتبهة لها لكن لماذا لا تدعمون ما يرفع من قضايا؟ هناك قضية مرفوعة ضد أحمد قذافي الدم انظر هناك جالية ليبية كبيرة جدا في مصر وهذه الجالية جالية موالية وداعمة للثورة وهذه الجالية قادرة على متابعة كل هذه الأمور وقادرة على التدخل في القضايا في الوقت المناسب المجلس الوطني ليس له هياكل وليس له ميزانيات ضخمة وليس له شرطة وليس له أمن دولي خارجي ولكن لديه الشعب الليبي لديه الشباب الليبي لديه مختلف الأجياء الليبية هذه تقوم بكل الأشياء التي يفترض أن تقوم بها دولة حديثة سواء في السياسة الخارجية سواء في الإعلام سواء في الاتصال بالدول سواء في متابعة القضايا نحن لدينا جيش جرار في الخارج هو الذي يعمل من أجل هل هذا الجيش الجرار أيضا يشمل يعني إنجاز التعبير أقول الوزراء في الخارج هل هناك اسمح لي دولة تحرك عبر يعني عبر الإنترنت أو عبر لسلكي هكذا يقولون لا ليس هناك دولة عبر الإنترنت أو لسلكي هناك المجلس الوطني الليبي موجود داخل ليبيا بكل أحناصريه و بكل مكوناته هناك عدد من عمر المكتب التنفيذي هو أقل من شهر ونص هناك عدد من الملفات الهامة هي داخل الصحة موجود داخل ليبيا البنية التحتية موجود داخل ليبيا العمار موجود داخلية الدفاع موجود داخل ليبيا الإعلام موجود خارج ليبيا هذه أيضا إشكالية هي إشكالية لا شك أنها إشكالية ولكن إشكالية لها أسبابها أيضا أولا كانت المعركة في البداية هي معركة الإعلام الخارجي ونستطيع أن نقول بكل فخر أنها قد ربحنا هذه الحرب مجرد ظهور هذه القناة في وقت عصيب جدا هذا ذليل على أننا نربح هذه الحرب الآن الإعلام يجب أن نتركز على الداخل إلى حد كبير كانت هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية أساسا من اتصالات وما شابه ذلك الإعلام هو اتصالات الإعلام هو بنية تحتية عندما بدأت الآن تتبلور هذه البنية التحتية إلى حد ما سيكون الإعلام لكن من قد هذه المعركة يعني أنت قلت بأن قد هذه المعركة خارجين الإعلاميون هم من قد هذه المعركة طبعا ربما في الخارج وفي الداخل وكان ربما عمل الداخل سمحني سيد محمود عمل الداخل كان كبيرا عبر شهيد محمد نبوس كان مشهود له بشكل كبير جاء هذا التلاق بشكل شخصي ليس هناك أدنى شك مثلا كمثال المعركة الكبرى التي خيذت أن عندما حدثت ثورة ليبية لم يكن هناك مراسل صحفي واحد داخل ليبيا لم يكن هناك كاميرا واحدة داخل ليبيا ما حدث كان شبه معجزة الإعلام الجديد المتمثل في هذه الصور وهذه الفيديوهات وهذه الكليبز التي كانت ترسل من الداخل ثم تخرج إلى الخارج وتوزع بشكل رهيب جدا على كل وسائل الإعلام هذه عملية متكاملة كانت داخلية خارجية من قال لك أنها عملية خارجية فقط أو داخلية فقط ننتظر سيد محمود أن تبدأ الآن العملية العلمية من الداخل لا تنتظر بل يجب منك شخصية بل يجب قيارة هذه العملية تنزمك بالذهاب إلى ليبيا الآن والتحرك من الداخل ليس بالضرورة شخصية لا تشخصن القصة القصة يتتعلق ببنية هل هناك بنية جاهزة للتحرك من الداخل والقارج إذا القارج ليس مستعدا لأن يعود للداخل الداخل سيقود هذه البنية لكن قناسة تنطلق من الداخل قريبا هناك قناسة تنطلق من الداخل وهذا أمر عظيم جدا نحن نريد تعدد إعلامي نريد أن ينطلق الإعلام الحر بمختلف أشكاله بشكل تعددي وليس بشكل أحادي لا نريد أن نعود إلى إعلام الدولة لا نريد أن نعود إلى إعلام اللون الواحد والحزب الواحد نريد إعلام متعدد وبالتالي يجب أن نقف مع أي جهد إعلامي يريد أن يخرج في أي مكان في العالم طيب هذا ما تريدون لكن الآن واقع الحال ما هو توصيفكم للإعلام الليبي ما هي هوية الإعلام الليبي يعني إنجاز التعبير أيضا في هذا المصطلح هذه أسئلة سابقة لأوانها أنت لا تستطيع أن تحدد هوية إعلام في شهرين هذا فيها كثير من الحكم الجزافي وفيها كثير من الحكم النظري الإعلام لا نستطيع أن نقول هذا خيار الشعب الليبي لا أستطيع أن آتي أنا وأقول أريد إعلام حر خاص تريد إعلام خاص قد يكون هذا الإعلام الخاص في قبضة رجال المال الذين هربوا أموال القذافي للخارج هل تريد إعلام دولة هل نريد أن نعود إلى الإعلام الذي يصدر فيه رئيس الدولة القرارات فيما يخص الإعلام نريد أن ننبثق بصورة بشكل جديد هذا الشكل الجديد لا يجب أن يفرض مني أنا أو أي من أحد آخر هذا يجب أن يكون نتيجة الحوارات الداخلية نتيجة التجارب الداخلية نحن تعرف نحن الآن في الإعلام ليس هناك ميزانية للإعلام أصلا ليس هناك قرش واحد يصرف على الإعلام وبالتالي الخطوة الأولى في الإعلام في تقديري هو أن نحدد وجهة الإعلام القادمة هذه لن يحددها محمود شمام ولا يحددها خالد المن هذه يحددها الحوار الداخلي في ليبيا عندما يكون هناك متسع من الحوار لأننا نحن لا معركة الآن يساهم كل واحد من جهته في كل مكان في أي زي ما يقول في كل زنقة في كل زنقة ولكن قبل بعد ذلك يجب أن يكون هناك حوار حتى نعرف لأي جهة نحن نتجه في هذا الإعلام نذهب إلى فاصل ونواصل فاصل مشاهدين الكرام نعود إليكم بعد أهلا بكم في الحدث وضيفنا في الحدث هذا اليوم السيد محمود شمام مسؤول الملف الإعلامي بالمجلس الوطني الانتقالي وربما سنستقبل المكالمات الهاتفية التي تحمل في طياتها أسئلة لسيد محمود كمسؤول عن الإعلام وما أدرك ما يعني الإعلام في مثل هذه المرحلة سيد محمود هناك من يقول بأن إعلام القذافي نجح استخدام الدين مشائخ بشكل كبير جدا استخدام شخصيات ولا داعي للتوصيفها استخدام صور فيديوهات هناك من بدأ يقتنع هذا قول عبر كل ما نسمع الآن يقتنع بماذا؟ يقتنع بما يقوله إعلام القذافي ماذا يقول إعلام القذافي؟ أنت تعلم؟ لا أنت قلت أن هناك يقتنع أنا أريد أن نعلم يقتنع بمصدقية يعني هو يلعب على فكرة التحالف الغربي الصليبي الحاقد فهناك ربما سيجد بعض المتضامنين أيضا يدعي بأن هناك أشياء تأتي مع القذافي بشكل كبير جدا وتساند القذافي ونظامه يلعب على لعبة ولي الأمر وعدم الخروج على ولي الأمر وهذا ربما يستميل عدد كبير جدا من الناس حول هذه الفكرة أنت تعلم أن هذه الفكرة مؤثرة بشكل أو بآخر هذه الأفكار هناك من يقول بأنها أثرت في الداخل خصوصا أن في البداية كانت هناك صدمة لإعلام الليبي أو إعلام القذافي بعدها استعاد عافيته وبدأ يشكل بشكل أو بآخر في معطيات الحرب العالمية أولا أنا أعتقد هذا القول فيه مبالغة نستطيع أن نقول بأن هناك هناك هواتف تأتينا من الداخل وتقول هذا الكلام بأن هناك ناس بدأت تقتلع أولا طبعا طالما ليس لدينا طرق لقياس الرأي العام أنا ضد التعميم ضد أن نأخذ نتائج نستخلص نتائج دقيقة وحاسمة وصارمة من قياسات أنا لم أعلم قياسات قياسات غير علمية وبالتالي دعني أقول لك الأتي أولا هناك فن إعلامي نازي أخرجته النازية وهو القوبلزية وهي أكذب أكذب حتى يصدقك الناس وتصدق حتى نفسك وهذا ما نراه نحن نرى إعلام يعتمد أساسا على الكذب وتزوير الحقائق هذا الإعلام بالتأكيد سوف ينجح في غزو شريحة معينة ولكن عندما نأتي لقياس الرأي العام لا نقول بأن والله هذا الإعلام نجح أريد أن أرى على الأرض نتائج هذا النجاح بمعنى هل رأينا مظاهرات عارمة تطوف ليبيا تطوف المناطق التي تقع تحت هيمنة القذافي تهتف ضد النيتو أو تهتف ضد الثورة الليبية نرى أناس يعتصمون باب العجزية نرى أناس يعتصمون بمبنى الإذاعة مئات وأنت الآن تؤكد في صورة غير حقيقية للأسف أنا إحدى المرات عديت عدد المعتصمين في سرط على شاشة القذافي وكانت لا يتجاوز الخبسين أو ستين شخص طرابلس مدينة تضم اثنين مليون نسمة ألف مليون أو مليون وثمانمائة ألف نسمة هل لا يستطيع الجذافي أن يخرج مظاهرة ليست مليونية وليست نصف مليونية وليست مئة ألف وليست خمسين ألف حتى عشر ألاف متظاهر لم نراها في طرابلس إذن 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 شعبنا لا يصدق هذا الإعلام شعبنا لا يصدق هذه الدعايات لم نرى مظاهرة ذات حجم واحد في أراضي يسيطر عليها بالكامل وتحت قنصاته وتحت أمنه يحرك هذا الشرع سيد محمود باعي هاتف من سوراليا سيد عبدالله الشيخي أهلا بك سيد عبدالله أهلا وسهلا بك أخي اثنان نسمع فيك سؤالك لو سمحت السؤال سيد عبدالله الشكر موصول دائما السؤال لو سمحت نعم حقيقة نحن سمعنا ضمن ساعي المجلس الوطني حفيق الاعترام فيه تمانعا عن وجود زيارة مقرر المجلس للقاء الحكومة الإسترالية في كامبرا لغرض تعريب المجلس وهداف والاعترافين هل لدى الأستاذ محمود شمام معرفة عن موعد هذه الزيارة لذي نقوم بإملادات لها من قبل الجميع التي هنا في أستراليا نعم شكرا سيد محمود أولا كان هناك اجتماع فعال وجيد مع وزير الخارجية الأسترالي وهناك بداية عملية انخراط في نقاشات وأنا لا أستبعد أن تكون هناك زيارة قريبة رغم أنني لم أطلع على أي جدول زيارات قريبة لأستراليا حتى الآن ولكن نتيجة الاجتماع مع وزير الخارجية الأسترالي قد يكون هناك زيارة قريبة وسوف تعلم تكون الجالية أول من تعلم مثل كل الجاليات عندما تعلم عن هذه الزيارات قبل فترة من وقوعها أود أن أسألك إن كانت تريد أن تعلم فهي يجب أن يعلم شعب الليبي بالكامل عن طريق هذه الوسائل العالمية التي بدأت تظهر كليبيا لكل أحرار وليبيا الحرة وما إليها هناك من يقول بأن كيف يمكن لمسؤول الملف العالمي أن يكون في ذات الوقت مديرا لقناة ليبيا لكل الأحرار أو مسؤولا على هذه القناة ألا ترى أن هذا التضارب أو تداخل إلى حد ما صحيح تضارب ولكن ليبيا الأحرار هل هذا التضارب في المصلحة؟ ليبيا الأحرار سبقت ليبيا الأحرار سبقت تسليم ملف الإعلان كما تعرف أنت من رواد ليبيا الأحرار أنا أعلم لكن هذا سؤال هل هناك كما يقال conflict of interest؟ طبعا في المستقبل سيكون هناك لا يجب أن يكون أولا لن تكون هناك وزارة إعلام أنا أقول لك وإذا كانت هناك وزارة إعلام لن يكون محمود شمام في هذه الوزارة هذا قلته وأكرره وسوف أكرره باستمرار لدي ربما دور محدود في هذا الإعلام سأتمه بإذن الله عما قريب إذا أنا انحيازي سيكون للإعلام الحر أنا أريد أن أكون صحفي هل سيكون هذا في مصلحة الإعلام ومصلحة القناة أم سيتغول جانب على جانب آخر؟ إذا كان لي أنا أختار فسأختار الإعلام الحر الخاص وليس الإعلام المرتبط بأي جهة حتى لو كانت هذه الجهة العظيمة هي المجلس الوطني الانتقالي معنا الصحفي محمد خالد من طبرق أهلا بك سيد محمد أهلا بك أستاذ خالد معكم إعلامي محمد خالد من طبرق أنا أحييكم وأحيي لأستاذ محمود شمام وأتوجه سؤالين مباشرين حتى لا أستغلوا الوقت أول سؤال لدينا منظومة تاركة أذنية سابقة علينا منها الآن ماذا عن مدن محررة الإعلام ما هي منظومتكم ومشروعكم الأقل في هذه الفترة في المنطقة المحررة في ليبيا سؤال الثاني إلى الآن لم نرى إلا ليبيا الأحرار أتمنى أن نرى أخرى نحن طلقنا تحررنا أن نرى قموات أخرى تحمل رأيه السوار وإتباسة عن حقنا ووجودنا في هذه الأرض شكرا لك سيد محمد شكرا لك سيد محمد أرجو أن تكون الأسئلة باختصار لأن الوقت بدأ يدهمنا نعم مرحبا من معي أيضا على الخرط الهاتفي عصام المحجوب أهلا بك عصام أهلا بك سؤالك عصام للسيد محمود مباشرة لو سبحت أهلا بك سؤالي أستاذ محمود شمان عارفنا الصعب الليبي عانى لقلة الدراسة والعلم والثقافة يعني عندنا أناس نفسهم للثقافة هل دائلين برنامج معين في الإعلام للناس هذه اللي فهمها ضعيف جدا اللي ليش قادرة فهم الواقع اللي فيه فقط شكرا بارك الله فيك عصام أستاذ محمود السؤال الأول ربما من سيد محمد خارد الصحفي منظومة المشروع الإعلامي ربما تحدثت عنه الآن وهو ربما سعي لانطلاق قنوات حرة أنا أعتقد هناك بدايات عظيم أولا لا تنسوا لا تنسوا أن أن عاصمتنا المحررة هي عاصمة مليئة بالمحاولات الإعلامية مليئة بال بالوسائط الإعلامية عندما تعود طرابلس تأخذ دورها الريادي في ليبيا سيكون هناك مزيد من الكوادر سيكون هناك مزيد من نشاطة الإعلامية مزيد من الصحف مزيد من المحطات الفضائية نحن نريد أن وإذا نظرنا إلى بنغازي عندما زرت بنغازي منذ أسبوع كانت هناك حوالي سبع نشرات يومية سبع صحف يومية صحيح صحف لازالت تعاني من قلة الإمكانيات ولكن هي تبشر بربيع مزدهر لحرية التعبير لكن لماذا لا نسمع عن إذاعات هناك إذاعة في بنغازي هناك أكثر يا جماعة يا جماعة هذه مرحلة تحرر وطني الآن في معركة هذه المعركة نحن إذا كانت لدينا أموال نريد أن نخصصها للبنزين للمولدات للأكد للطعام وبالتالي هذه المحاولات الإعلامية التي تنطلق من الزيرو من لا شيء هذه جرائد ناطقة برنيق وما غيرها وبرينتشي ولقد رأيت العديد من هذه الصحف الآن ليبيا الحرة ليبيا الحرة اللي هي البداية الحقيقية للإعلام ليست متابعة الحدث فقط ليس هناك أجندة لحظة هناك مرحلة ثورة وهناك مرحلة بناء لا يجب أن نضع العربة أمام الحصان نحن الآن في مرحلة تعبئة في مرحلة إعطاء ملامع عامة في مرحلة دعوة الناس لأن تعبر عن رأيها لأننا نزلنا في حالة ثورة لا يجب أن نستكيل للحالة إذا صح التعبير للحالة البنغازية يجب أن ننتظر كيف نرسم استراتيجية إعلامية وليس لدينا أماكن الآن تحت سيطرة القذافي إذا أردنا أن نرسم استراتيجية إعلامية هذه الاستراتيجية يجب أن تأتي عبر حوار من الذي يملك الآن أن يقرر لنا إعلامنا كيف سيسير اسمعني استاذ محمود بمقاطعتك لأن ضغط الهواتف كبير جدا والوقت ربما نحتاج إلى عديد الأسئلة حتى نعطي ملمح كبير جدا عن إجابات ربما يراها البعض مهمة سيد خالد المجبري أهلا بك مصر خير سيد خالد كيف الحال سيد خالد مصر خير نعم مساء النور السؤالات أثناءنا بسرعة السؤال الأول من الذي حالت لنا تكوين القناة الفضائية الجبية من عش السؤال الثاني يتعلق بهناك في ليبيا من يذهب إلى حد القول أننا لا نريد وزارة الإعلام إلى أي مدى يججع أو يحدد الأستاذ محمود هذه الفكرة شكرا لك سيد محمود لم أسمع السؤال الأول جيدا آه نعم ولكن نعم أنا ضد وجود وزارة إعلام أنا ضد وجود إعلام حكومي أنا مع موجود إعلام وطني تنشأ من الممكن أن تكون هناك مؤسسات إعلامية يدعمها المال العام في البداية ثم تتحول إلى شركات مساهمة تملك المواطنين هذه هي الطريقة ولكن قبل حتى أن نبدأ في هذه المرحلة يجب أن نسأل الناس أي إعلام يريدون إذا أراد الناس أن يكون هناك إعلام حكومي سيكون حكومي إذا أراد الناس أن يكونوا إعلام أهلي يجب أن يكونوا مستعدين لذلك عن أي إعلام تتحدث سيد محمود هناك من يقول بأن قادة الإعلام الآن هم وجوه تقليدية لم نرى شباب يقودون ربما حتى هذه الحرب الإعلامية أو حرب هذه أو إعلام الأزمة سميه كما شئت لم نرى وجوه كبيرة ربما وجوه شابة كثيرة في قيادة هذا الإعلام كل الوجوه في داخل ليبيا هي وجوه شابة كل الوجوه الذي قناة ليبيا الحرة هم وجوه شابة قيادية قيادية هم يقودون إذا كان هناك شباب الآن سيخرجون غدا أو بعد غد أو خلال ثلاثة أيام قناة حرة من ليبيا إذا كان هناك شباب يقودون إذاعة إذا كان هناك شباب هل أنتم شيوخ في ليبيا الأحرار أنتم شباب ربما أنا الشيخ الوحيد بينكم أنا الوحيد الكبير بالسنة بين هذه الكتيبة من الشباب والشباب إذن الإعلام لن ينجح إذا لم يكن شابا إذا أردنا أن نقود إعلام بجيلنا نحن جيل الذي هزم وهرم كما قال ذلك التونسي لن يكون هناك إعلام جديد ولكن أيضا وظيفتنا نحن أن نعد هذا الجيل وظيفتنا أن يكون التدريب يجب أن يكون جزء يبدأ من اليوم جزء أساسي من الإعلام التدريب هو المفتاح الأساسي لإعلام ناجح مستقبل معنا وجه إعلامي شاب مسؤول إعلامي دعني أقول زهير البراعسي أهلا بك زهير سأل خير مساء النور سؤالك سيد زهير لو سمحت سألو سألو سؤالك بسرعة لو سمحت زهير أنا أهلا 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 أنا أهلا كان فيك حسوّل كمنذوب لإعلام محلي مثل مجنة لجمة الإعلام والتواصل اللي هي تشتغل لصالح المجلس الوطني والمفتاح أننا مسؤولين عن علاقة بين المجلس الوطني تنفيذي نحل نوصل المعلومات ويكون في تدفق المعلومات من خلال المجلس الوطني مكتب تنفيذي إلى الإعلام المحلي وبالتالي إلى المواطنين إلى الآن نحن عندنا صعوبة في الوصول الوطني المستمتسجيلي. بشينو حضرتك تقدر تتغني في الموضوع هذا. شكرا. شكرا لك زهير. أنا قبلت زهير ورأيت بعض من معاناته عندما حاول أن ينتزع حق الشباب الذين أنشأوا ليبيا الحرة. فهنا يحتفظوا بأسم ليبيا الحرة. وكانت هناك جهة لزعب. من مسؤول إعلامي في بنغازي هرمة. لا ليس هرمة ما شاء الله لسه شاب هو. هناك شباب في السبعين على أي حال. ليس بالضرورة. ونعرف معانات هؤلاء الشباب. وأنا كنت أيضا مكتوف في الأيدي ماليا لمساعدتهم. بل أنا أريد أن أقوم بكل ما أستطيع أن أقوم به من أجل هؤلاء الشباب. لأنهم هم الجيلة الواعد في الإعلام. ما عندي أي شك. أنا أعتقد جزء من التقصير ربما يعود إليها. بمعنى أنني ربما لو كنت موجود أكثر في بنغازي لكنت أستطيع أن أحل بعض هذه المسائل. لأنني أزعم أنني أستطيع أن نتحاور معهم. أنا أعد لأخ العزيز وأعد كل الشباب أنني سأكون فترة أطول موجود هناك عما قريب. وسنضع معا بداية حوار لما يجب أن نرسي من أسس إعلامية جديدة. لا أريد أن أضعنا هذه الأسس. أريد أن أسمع هذا الجيل. ماذا يريد بالضبط. ثم نقدم تصور مشترك للقيادة السياسية. إذا مرتقة يكون هذا هو انطلاق ونستطيع أن نعمل عليه بكل جد. عبدالواحد أدهم. عبدالواحد أهلا بك عبدالواحد. أهلا بك. بحية طيب عليك وإضافك الكريم. نعم مرحبا. بالله أنا حاولت أن أتصل بكم كم من مرة وما حصلش الاتصال بصعوبة بصراحة. حيب. نبدو اللي بننبه لي نقطة أنت تكلمت على توضيفك الكريم. الأخوة اللي يكتر فيه أعلام الليبيا وإعلام طرابلس. أكتر في من لو سماح. الدم في الشارع يسير. يكتر في من. أنت العقيد الليبي. وما فيش داعي يقول لأبو لازل أنه بالحق هو صح. إخداء عقيد وعطاه هذا على الجمال عبدالناصر. ولكن لو كان صح عقيد. ما يرداش يشوف الدم الليبي في شوارع طرابلس. ويقول لا والله يحب جرى. ليش؟ أي شيء يطلبوه منك أصلا. سؤالك يا سيد عبدالواحد. سؤالك 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 صلح الفساد. ليش من حطه في الخيار الصعب أن نجي أمريكا ووروبا السؤال. السؤال سيد عبدالواحد. من حطه فيه الخيار الصعب هذا. من من اختاره لنا؟ من اللي اختارهونا الخيار الصعب هذا؟ من حطه ربما كانت مداخلة. هل لديك تعليق معين عنها؟ هي مداخلة جيدة. لأنها مداخلة أيضا تضع اصبحها في أعين المبالغة والذي نقع فيها نحن بعض الوطنيين بدون أن ندري. وهو الحديث عن أن هناك أعلام ناجح للقذافي. ليس هناك أعلام ناجح للقذافي. أعلام البيضة الخضرائية. هو أعلام سيء. أعلام غيبي. أعلام قد تكون الكلمة الصحيحة أعلام خطير. ولكن ليس أعلام ناجح. الرد كذلك. أنا رديت عليك بصورة عملية. أن إذا كان هذا النظام هناك من يدعمه. أو يصدق كذيبه. وليتظاهر من أجله. هذه هي المحك. وهو لا يخاف إذا تظاهر من أجل النظام. لن يردعه أحد. وبالتالي نريد أن ننتبه جيدا. أن الرد على الأعلام الزائف والمخيف والغيبي والفاشل والمزور هو الإعلام المنهجي. الإعلام العلمي. الإعلام المهني. الإعلام المتوازن. وليك إعلام السباب. إذا أردنا أن نفتح قناة ليبيا الأحرار للسباب والشتائم. الشتائم نستطيع أن نفعل ذلك. وربما سنكسب جزء من هذا الجمهور الذي ذهب إلى القذافي. ولكن لن نرسي أسس إعلامية للمستقبل. يكون لدينا فيه إعلام مختلف عن 42 سنة من التدليز والكذب والنفاق والخداح. سيد محمود. أنت المسؤول عن هذه القناة. وترد العديد من السيرة الذاتية لشباب ليبيين. وهناك من يقول نحن متطوعون فقط. يعني نحتاج إلى الانتحاق بهذه القناة. طبعا من منظور وطني من منظور الحرس. أو من منظور الحرس على إعطاء هذه المساحة الكبيرة أو خبراتهم للوطن في هذا المجال. كيف ترى هذا الموضوع؟ هناك من يقول بأنكم سددتم الطريق أو سددتم الباب في وجوه عدد كبير من الإعلاميين الليبيين للتواصل معكم في هذه القناة. شوف نحن لسنا إعلام حكومي. نعرف أن الإعلام الحكومي يأخذ المئات ويكونوا على الكادر ويكونوا عبوا على هذه المؤسسة. لكن محتاجين. هي ليس قصة احتياج. هي قصة استيعاب. هل تستطيع أن تستوعب؟ نحن على سبيل المثال نستطيع الآن أن نستوعب أي محررين صحفيين تلفزيونيين. لم نتلقى. لكن ردة الفعل ربما سيئة من هؤلاء الشباب. لم نتلقى لحظة لحظة. دعنا نحدد. لم نتلقى طلبات بهذا الصدد. معظم الطلبات التي نتلقى فيها نتلقى في طلبات مذعين. ونتلقى في طلبات مذعين ومعظم هذه الطلبات تأتي من جهة جغرافية واحدة. إذا كنت واحد ترك ليبيا وارتحق بالخارج. يريد أن يأتي ليعمل معنا. نحن لدينا طاقة استيعابية معينة. نحن على سبيل المثال نريد مذعات لبيات. لم نحصل على طلب واحد من مذعات لبيات. أيضا هناك من يقدم طلبات يقول أنا ليس لدي خبرة في الإعلام ولكن أنا أريد أن نتطوى معكم. هذا يربكنا. لأن نحن نريد أن نوفق له الإقامة والإعاشة والتنقل والمواصلات والصفر وميزانياتنا لا تسمح بذلك. نحن البعض يعتقد أن لدينا ميزانية مفتوحة. لذا لدينا ميزانية مفتوحة. لبعض يعتقد لحظة. لبعض يعتقد أن الدوحة توكرة أو سوق الجمعة. الدوحة دولة لها سيادة ولا يستطيع أحد أن يطلب كنشيرة ويدخلوها. لكن كما فهم البعض أن القذافي لم يمت عندما يرد الباب على بعض. هذا كلام غير صحيح. أي مؤسسة لها نظامها ولها أنظمتها. أن تكون ضد القذافي لا يعني أنك تستجيب لكل مطالب الناس العادلة وغير العادلة. نحن سوف نستوعب العدد اللازم وعلى أي حال. نحن سننتقل إلى أرض ليبيا. أي سننتقل إلى أرض ليبيا خريبة. ومن يريد أن يعمل معنا ينضم إلينا في أرض ليبيا. مكالمة أخيرة سيد حمود اسمح لي مكالمة أخيرة. رؤية أهلا بك. رؤية وباختصار شديد لو سمحتي. سلام عليكم. باختصار. لو سمحتي أخي أريد أن نعلق على الإعلام. يجب أن يكون. باختصار سؤال. سؤال لو سمحتي رؤية. إعلام حكومي وإعلام خاص. مثل مصر. ولكن الإعلام الحكومي لا يمجد الرئيس أبدا. شكرا لك رؤية. شكرا لك رؤية. إعلام ليبيا والتاريخ الليبي بأكمري. نريد إعلام حقيقي. وإم ساعة نزله قناة على النيلسات. شكرا رؤية. شكرا رؤية بارك الله فيك. ونعتذر عن من يتصل بنا الآن. لأن الوقت لا يسمح لنا. يعني مستقبل القناة سيد محمود. وأيضا هناك سؤال كبير جدا وباختصار شديد. لماذا لا تبث على النيلسات. لأن أغلب من يشاهد في المودة المحاصرة على النيلسات. منذ اليوم الأول. ونحن نحاوم على النيلسات. دفعنا اشتراكنا في النيلسات مرتين. وفي مرة وضعونا دقيقتين ثم حذفونا بقرار سياسي. وفي المرة الثانية بثينا لمدة يومين بقرار سياسي. والآن في هذه اللحظة بالتحديد. أنهينا للتو مناقشات ومشاورات ومباحثات. انتهت بأنهم سيعطوننا فترة تجربة. أربع أيام على النيلسات. ماذا يعني ذلك بالنسبة؟ يعني ذلك أن هناك الضغوطات من الحكومة الليبية من نافذين في مصر. حتى هناك قرارات سياسية تتخذ بمنعنا والوصول إلى النيلسات. هذا باختصار شديد. قلته من قبل وأكرره الآن. أما بخصوص أختنا العزيزة. الرؤية. الإعلام الحكومي في النهاية سيمجد الحكومة. إذا أحد يتوقع أن الإعلام الحكومي سيكون إعلام محايد فهو مخطي. يجب أن يكون أنا أريد أن أسميه الإعلام الأهلي. إعلام يخضع زي البي بي سي. يخضع لمراقبة شعبية. يخضع لقانون ضرائب. يخضع لأي شيء. ليس لدي فكرة معينة. ولكن أريد أن أطرح هذا الحوار. كيف تريد أن يكون هناك إعلام حر ومستقل ولكن ليس مسيطر عليه. هل سيكون لدينا إعلام حر سيد محمود في هذه التراكمية من الدكتورية ومن الغياب الإعلامي الحر. هل هذا التحدي. حتى الآن الثورة الليبية تفاجأ؟ يمكن الثورة الليبية تفاجأ العالم. متى؟ 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 هذه عملية تاريخية. يعني تراكم 42 سنة تريد أن تزيلها في ثلاث شهور يا خالد؟ شكرا لك سيد محمود شكرا لك سيد محمود شمان مسؤول البلف الإعلامي. نلتقيكم غدا في الحدث آشت لبيا.